بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم أهلا وسلامكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم دروب الهدى حلقتنا اليوم تتحدث عن الإسلام العظيم وكيف وحد بين الشعوب المختلفة كيف أخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور العلم كيف أخرج الناس من ظلمات التحارب إلى نور السلام كيف جاء هذا الدين وأخرج الناس من تلك الطائفية ومن تلك العرقية وتلك الظلمات التي دخلوا فيها فجاء محمد صلى الله عليه وسلم فآخى بين العربي والحبشي والرومي والفارسي موضوعنا اليوم هو الإسلام يوحدنا ويسعدنا أن نستطفر لكم لهذه الحلقة الأستاذ والداعية عبدالله والعبد المالك أهلا وسلام بك الشيخ الكريم الشيخ في البداية هل من كلمتنا عن الفترة التي جاء فيها هذا الدين تلك الفترة التي يعرفها الناس بأنها فترة ظلام وفترة ظلم لا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم على أنبوه رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطائرين وما تفقي إلا بالله عليه توكلت وإلهنيه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن محمد صلى الله عليه وسلم لم يبالغ حين قال أنا الرحمة المهدات كيف لا وهو وصفه رب العالمين ووصف رسالته ومهمته في هذا الكون فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فهو رحمة صلى الله عليه وسلم للعالمين أما الوضعية قبله والحالة قبله حالة مزرية كل البشرية عربيها وعجميها شرقيها وغربيها كل العالم كان في ظلام دامس يصفه شاعرهم فيقول أتيت والناس فوضى لا تلف بهم إلا على صنم قد هام في صنم مسيطر الفرسي يبغي في رعيته وقيصر الروم من كبر أصمع فجاء الحبيب صلى الله عليه وسلم ونظر إلى هذه البشرية فوجدها في هذه المتاهات اللا إنسانية المتاهات اللا أخلاقية المتاهات اللا سياسية المتاهات اللا اقتصادية المتاهات بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى الفكر تائه والبشرية تائها والأخلاق في تيه في ضلال حتى إنه تنصب غيام معروفة بالفاحش بالزيناء نسأل الله السلامة والعافية القوي يأكل الضعيف كما قال جعفر حين هاجر بدينه وفر بدينه من أجلاف العربي أنا ذاك في مكة هرب إلى الحبشة بدينه وذهب إليه عبدالله بن عبي حذاء بن عبي العاص عبدالله بن عبي العاص وعبدالله بن حذاء فذهب إلى النجاش ليتيه بجعفر بن وبي طالب والمهاجرين معه سبحان الله فجاءوا إلى النجاش يغنونه بالمال ويغنون حاشيته بالمال لباطل معه فقال جعفيا عمر العاص وكان داهية العرب وقال العرب رضي الله عنه بعد ذلك قال يا ملك هؤلاء لم يدخلوا ديننا ولم يدخلوا دينكم جاءوا بدين انفرقوا به جمعنا وسفهوا به أحلامنا واللائحة تطول عنده فسبحان الله فقال لي جعفر ما ردك يا جعفر قال جعفر أيها الملك نحن قوم كنا نأكل الميتة ونأتي الفاحشة ونقطع الرحم ويأكل القوي منا الضعيف محل الشاهد محل الشاهد فجاءنا الله بهذا الإسلام فحرم علينا الميتة وحرم علينا الفاحشة وحرم علينا الظلم وأمرنا بتقوى الله وتوحيد الله وأن نعبده ولا نشرك به شيئا وقال لنا سواء للعربي منكم والعجمي الإسلام الناس فيه سواء لا فضل عربي على عجمي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى فجاءنا رجل نعرفه ونحبه ويعرفنا وهو من بني جلدتنا فآمنا به وصدقنا فقام علينا قومنا وآذونا وطردونا فأخبرنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أنك أنت ملك لا أغنى مجار فهاجرنا إليك الله أكبر محل الشاهد هذا الدين وجد الناس هذا الإسلام وجد البشرية إيها يوكلون الميتة يظلمون يزنون يقطعون الرحم القوي يوكل الضعيف أو سأطالبك بدين عجزت عنه أخذك وأجعلك عبدا يأتي الواحد مسلح إلى قوم فيقتل رجالهم ويسبي نساءهم ويذهب بأموالهم فقط لأنه أقوى منهم فجاء الإسلام فحرم هذا كله يعبد النساء والأولاد وهذا أصلا باب من أبواب العبودية في الجاهلية فجاء الإسلام وحرمه وما أكثر أبواب العبودية لغير الله في الجاهلية فسبحان الله هذا الإسلام جاء لتحليل الناس ليؤخي بين كل مسلم ومسلم ليجعل الناس إخوانا إذن ما هي أبرز الأسس التي جاء به هذا الدين لتوحيد الشعوب وتوحيد الناس كافة الأسس كثيرة جدا ما جاء هذا الدين إلا للحب والاتحاد نحن دين ما دين حب دين محبة دين مودة دين أخلاق ولذلك الذي يحبك في الإسلام أنت تعرف أنه يحبك يحبك لأنه يحبك لله وعلى أساس دين الله وهو يحبك ابتغاء وجل الله ومن أحبك لشيء أبغضك لزوالي فمن يحبك لله سيبقى يحبك حتى تلقى أنت وهو الله أن تلقى أنت ويلقى هو الله تلقى أنت وهو تلقياني الله عز وجل فيظلكم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله بالطبع لنسان يحب ابناءه ويحب إخوانه ويحب بني جلدته لكن الحب الذي لا يندم أهله ولا يتفرق أهله هو الحب الذي خالص هو الحب الذي هو لوجه الله وأقول هذه الكلمة وأنا أتذكر يوم الجمع يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب في ذلك اليوم لا محبة ولا مودة بين الأحباء والأخ الله إلا المتحبين في الله قال الله فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتسالون قال الله لخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولانتم تحزنون وكافي منهم قال المولانا يا عبادي حد قال المولانا يا عبادي إيش لخايبون إذن أعطونا السابق للموتهم عدوا متحابين في الله ووسس المجتمع لأساس الأول هو المحبة لكن هذه المحبة ليس طبيعته يحب ويحب أن يحب كل حد يبقى عند الناس تبقوه وكل حد فيه المحبة اللي ما يحب هو ليس إنسانا طبيعي ليس إنسانا طبيعي ولكن هذا الحب قد ينبني على أساس عنصري مثلا أنا نبقيك لأنك ولي والله منتي هذا محبة العناصر العناصر يعني الرحم وهذا واجب أن تحب والديك وطبيعة الهنسان يحب والديك لكن الإسلام يدخلك محبة والديك يقول لك وإن جهدك وإن جهدك وإن جهدك وإن تحبهما جدا هما سبب وجودك في هذا الكون لكن ليس ذلك على أساسي من أوجدك في هذا الكون وأوجدهما في هذا الكون الله أكبر الواجد هو الله واجد كل موجود هو الله عز وجل وبالتالي حبنا نتعبد به الله لأنه انطلاق لأن حبنا انطلاق من شرع الله ينطلق من أساس تقوى من الله عز وجل على أساس تقوى من الله ينبني هذا الحب وبالتالي هو كنز يوم القيامة لا ينفد حديث صحيحين سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله من بين هؤلاء السبعة إمام عادل شاب نشاء في طاعة الله رجل قلبهم وعلى أقم المساجد رجل لا نتحبى في الأشتمال وتفرق عليه الله أكبر هذا المحبة بناها رسول الله صلى الله عليه وسلم لدرجة أنه حين جاء إلى يعني في الجرى آخا بين المهاجرين والأنصار نعملين النقطة الثانية هي المؤاخات نعم بعد المحبة بعد المحبة تأتي المؤاخات نعم ويتألو أخوه نقول لك هذا أخي في الله هاي الكلمة شو الناس يقولها بس يطيمين بس يطعم نقول لك أخي في الله خلاص ما ترث مشهور درجة أنه في أول الفترة كان الواحد يريث الآخر يريث الآخر نعم فواحد يتخلى للآخر عن زوجتي عمالي يا أخي القصة المعروفة عندنا آخا رسول الله يصدق بين سلمان وابي الدرداء سلمان جاء إلى أبي الدرداء وجدهم الدرداء متبذلة كي يقولوا مدفرة الباسة ما هو مصغول وراء صمائي عارفال وشي ووجد ما يصاقلت وقال أنت لأخبار شنو أتوا بدي محاسن محالتك هاي زوجة تخوم قاتلوا أخوك أبو الدرداء يصوم النهار ويقوم الليل لا حاجة له بالنساء ما هو الحال الذي فعله سلمان رضي الله عنه قال ليصنعي لنا طعاما صنعته قال أبو الدرداء هو بيت أبو الدرداء سلمان ما هو بيته بيته بيد درداء لكن بيت أبي الدرداء بيته سلمان الأخوة فوق كل اعتبار قالوا تفضلنا كل قالوا أبو الدرداء أنا كو أوكال الله أنت أنا أنا صعيم قالوا لأكل فطروا أكل سلمان أبو الدرداء يعرف أنه سلمان أفقاه من قاموا فطروا كال فطر خصر صوموا كالما لأن صوموا تطوع وانت شاك ضيف يعني تكتو كالما وانت النهارك كام هاي ما اختار الناس يسمحوه شكو الله جاهز ضيفته يكبر له قمت له قال لا لا حاول أنك تتعود صومك هذا الدهر أو سلمان بيته بيد درداء كان صايم الدهر وهذا لا يليق قالوا قاتلوا شهيدة زوجته بذلك والصحابة عدود قالت له صايمون النهار كل قائمون الليلة كل قال له افطر إنه بيت أصل منها عن صوم الدهر قال له افطر قاموا افطر إذا ينفطر تقدمها إذا ينجلي بقيت معا مسلمان جلسة جابوا الدرداء لايوب قالوا تكي بالهداوي هذا الزيادة الزيادة عنده بالدرداء نعم قال لها تتحفل انتي أدي حالتك أدي حالتك لزوجك جل هيوب قالوا تكي ما تتحفل ما قالوا تخبرك عمل الجيد أبو الدرداء تخبرك عملن جنيهم ليه ينين عادي تعامف صديق منúsica ينا نعل عاجة أب الليل ك ładلي سلمان نصي على ن 질문 كل انسى السلمان and just before uni صبات السلمان ما ك الرقي اللي أنا قال لقوه اللقائمين الأولين صلى الله يعادلوا مع الصباح وقاموا قال يا رسول الله صلى الله عليه الصلاة واللسى صلى الله عليه وسلم إنين جاء Ober kay competitive قال يي رسول انا يا الكر inspires جانيا ابو سلمان هاد تعني قمن أكيل مانى معه قل حقنا صايم قال لي افطر او كيت او كيت او ايتي تنقوهم واللي قال لي قالوا يلقى لك حق إن لنفسك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لربك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه إسا ما مخلق إياك وليالك حديث الثلاثة اللي نعرفه ذلك اللي جاءوا البنيتات النبي صلى الله عليه وسلم قال واحد منهم أنا شنه يا يا عائشة كيف فكان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا تقالوا لا تقالوا والله ما تدخل الجنكم به والله ما خالك شي يكمل منه لا افضل منه لا اوسط منه يعني عمله صلى الله عليه وسلم كله وسط وأمته وسط كنت بخير وكان يجعل لك أمة وسطها مجبع لن هذه المحبة تمشي إلى درجة أن تدخل لك في شؤونك الخاصة في زوجك نعم أنصحها وتنصح زوجي وأنصح آآ آآ أنصحك وأعلمك وتعلمني ولكن نقلع من الذهان لشن قال للطبقية والعنصرية والطائفية هذه كلها رزية وبلية وأذية ولا تقدم عند باري البلية بل سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم نتنا قالوا على القرار نلوبي معناها مخنزة لا خير فيها وبالتالي لا بداش لا بدانا نحاول على لن نعود أخوت حق حقا يك المؤاخات اللي عدى الرسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة مؤاخات عظيمة جدا الواحد يقول للأخر أهل زوجاتي هنتين أكبر منهم واحدة لا ينطلقها لك قرفيهم ونطلقها لك وحن ينتخلوا لديك مضحة أموالي عندي من الخال ما هو كذلك يتقاسه معاك عندي من البلما هو كذلك يتقاسه معاك الله هو أكبر وليالك موليان قال إنما إنما المؤمنون يا إخوه الله هو أكبر والله العظيم حتى خرس قال لن خرسوا القبائل الموريتاني البيوان قال شخل بينهم الحروب كثير لا ينتهي الحروب بين القبائل البيوان شي من الحروب الدانية أنا ما يقدم نقول لك بين القبيل الفلاني القبيل الفلاني قال لي إن هذا ما يليق إحنا على الهواء لكن كنا يعرف هاي الحروب اللي وقعت الحروب بين العرب قبل أبي عزيزتي النبي صلى الله سلم كيف كانت حرب داحسة والغبرة كانت علاش شيء حقير حقير إن ويقى مكتولة والله كلب مكتولة دوم الحرب أربعين سنة اتزقرت واحدة يخبط واحدة رأس يطير يطير رأس واحد تخلق حرب القبيل الموليتانية ما فرقها إلى الحرب وليلك بعض الناس يقول لك أنا قط نظلمت والله جدودي قط نظلمها مني يكانين نجيب حرب والله نجيب دايقة والله نحرض الناس على الناس هذا ما يخلق المؤمنين إنما المؤمنون ما قال إنما البوان والله الحراطين والله الكورو والله المعلمين إنما المؤمنون إذا جاء الإيمان في قلوبنا فنحن إخوة وإذا ابتعد الإيمان عن قلوبنا فنحن خاوين خاوين معناها ما فينا شيء نحن شياطين مجرد الإمام ما يجي في قلوبنا الشياطين بدلا من الإخوة نحن متناحرين متفافضين وبالتالي نطالب من كل إعلامي ومن كل وزير ومن كل مدير ومن كل سفير ومن كل منمي ومن كل مزارع ومن كل إنسان ومن كل امرأة ومن كل إنسان أن يعمل على زيادة الإيمان فإذا زاد الإيمان رضي ربك أيها الإنسان وكنت مذكورا في كل أوان الله أكبر وليالك مولاني يقول والمؤمنون والمؤمنات وبعضهم أولياء بعض يغلل لا المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وقال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا مسرد جليمان بالله عز وجل وبديني وبهذا النبي صلى الله عليه وسلم الكريم وبيوم القيامة نعطيك دور بها وجه الله ما نعطيك إنك بيواني لا نعطيك إنك حرقان لا نعطيك إنك فلاني نعطيك إنك مؤمن بالله وأنا أريد من الله أن يحشرني معك تحت ظله وما لا ظل إلا ظله تنتفي العنصرية تنتفي الطبقية تنتفي الطائفية تنزل الرحمة تنزل المودة تنزل التعاون والتاريخ يشهد أن ما خالق ما خالق من دماك اللي أخلق بين هؤلاء اللي أقول لي سؤال بس يارة آخر حرب تخلق بين موليتاني وسينيقال شا استفاد منها كتلوا هالموليتاني وواحدة من هالسينيقال وكتلوا هالسينيقال وواحدة من هالموليتاني ترجع شا زينا كامل المسلم يكتر المسلم في رمضة هذا يختير حد يرجع لأنه عند خطيره يرجع الوطن والله البدد بلد مسلم لا قدر الله لا طبعا نعم إذن ما هي أبرز هذه ذكرتم من المحبة والمؤاخت هل بناء النبي صلى الله عليه وسلم للمسجد له دور في هذه في هذه هذه المؤاخت التوحد بين المسلمين لا شك لأن المسجد نعم هو انطلاق هو بيتك المسلم ولياريك وضرك الله عز وجل يقول أنه في لذان وفي لقامة بيتكم بلش الناس ما هات جات في لذان أنا نتعجب وقولهم سبحان الله أن كل كل صلوة إن قالنا وهاو وهاو واخروا وخرجوا من بيوتكم إلى بيتي خمس مرات واخروا حان هذا أخوتي واخروا خمس مرات شعر بيت الله يكان يجد علينا من المآل اللا اللا الله والرجوع اللا إلى الله ففي الرؤي إلى الله ذمنا ذم يلينا دخلوا بيت الله تشوف مات في فرق بين الغني والفقير والطويل والقصير والأبيان والأخضر كامل وصفوا وما حد يجد يقول حد توخر أبدا ومساوات حقيقية مساوات حقيقية الله أكبر مساوات حقيقية في بيت الله عز وجل يغير الصلاة سنين تخلوا عن بيت الله يخلق شي أخر ذاك هو اللي نحارب نحارب العنصرية بأن العنصرية رفع لواءها الشيطان ووضع لواءها رسول الرحمن صلى الله عليه وسلم قال دعوها فإنها منتنة رفع الشيطان لواءها فقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين وضع الله لواءها فقال يا أيها الناس يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر ومنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إنا أكرمكم عند الله أتقاكم وإن الله عليم خبير العليم الخبير إلي نقول شنقول كم يسمعنا واش سمعنا وعطعنا وعطعنا نعم إنا أكرمكم عند الله هو الكريم اللي الكريم عند الله هذه المساوات ورد الاعتبار إلى تقوى الله سبحانه وتعالى الاعتبار والفضيل وفضل الإنسان ورد إلى تقوى الله سبحانه وتعالى كيف تقرؤون هذا الرد إلى تقوى الله سبحانه وتعالى لكن قبل ذلك نذكروا مشاهدنا الكرام لأنه بإمكانهم الاتصال والمشاركة في البرنامج عبر الأرقام التي تظهر على الشاشة أسطف الله نعم هذه المساوات ورد الاعتبار والفضيلة في الناس إلى تقوى الله سبحانه وتعالى كيف يمكن أن نجسدها على أرض الواقع وهي من الأسس التي جاء بها هذا الدين فاثناء كلامك تذكرت الكثير من الناس الذين أحبهم في الله عز وجل ولم يروني ولم أعرهم أنت لقفة كتاباتهم أنت لقفة كتاباتهم أنت لقفة كتبهم اللهم إلا أكرت رأيتهم في المنام لاك شيء آخر وهو ناس آخرون يبكي عليهم يا فارقوني أكون معهم في رحلة دعوية لوحدهم يمشي عني يبكي عليهم هو حتى لغتي لغته ما هي واحد فاللغة تختلف أما القبيلة أما العنصر بمعنى على أننا ياسر من أن يقول شيء ولا يطبقو وياسر من أن ما فات رحلة هذا القرآن وما فات عاش مع هذا القرآن أنا أدعو نفسي وأدعو كل مسلم أن يعيش مع كتاب الله عز وجل أن يعيش معه وأن يعيش انطلاقا منه بمعنى أنه ليس معايا من كتاب الله أرهنا أي من كتاب الله أعطانا مولانا القوة لنقدنا نقرأها ولو لم يعطينا القوة ما نقدره نقرأه هذا القرآن يغير لن يعطينا مولانا القوة أننا نقرأه نعود ونتفهمه نعود ونحاوله نطلبه مولانا يعطينا نوره لأن القرآن قسمان مقرو ومسموع وتسمعه وتقرأه خارج شمناس يقرأه غير ما يسمعه يسمعه معنى عين ذيه معنى على أنه يسمعه معنى على أنه لو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم هم يسمعون غير لا أسمعهم الله معنى السماع الذي يفيد النتيجة ياسم ناس يفقدون سمعتك وليالك ما نقوله بالشعبات الذين يستمعون القول فش فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو للباب الله يشعر أنه يشعر كمن هداهم والمشاهدين وجميع المسيح ومن أولي للباب فلا بد أن نقرأ هذا القرآن نرتل هذا القرآن نتفهم معنى في مثلا كلمة إنما تفيدوش الحصر لا غير شوف هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول له مولانا هو جايل لأرام منصر واحد لون واحد يقول له أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ما خارك حدا زي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خارك حدا عقل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خارك حدا كبر خيمة إلى عد كبر خيمة تزيش من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا لو انفقت ما في الأرض جميعا ما لحت من قلوبهم ولكن الله ألف بينكم. مباش. بهذا القرآن والسنة بهذا الإسلام. وذكروا نعمة الله عليك. كنت عداء فألف بين قلوبه. فألف بين قلوبه. فأصبح أصبح عن مريمتي. إخوانا. بكل انت تصلم على قراش اخبص مرات في المسيح. إلا ما أسلم عليك تصلم عليك. إلا ما تبشي شاك في طنقال مجرد تتبسم له. أرانك صدقت. بش أنت بش في أجاقي كصدقة. وش من ناس مكنت شرمي يتبسم. أخوي تبسم. تبسم. ش بشرتك. ذانيا ش من الناس نعوذ الله عنده مرض في القلب. يكره الناس على أساس ألوانهم. والله يوزنهم على أساس سلوانهم. إنت تكره الناس على أساس الشي ما نملكه. تكره هني احمر. تكره هني اصفار. تكره هني ابيض. تكره هني سوء. لا. همانا لك انت هو اللي فيك المرض. وبالتالي لا بداننا نحاوله لا بداننا. أنا نقول لا بداننا. لا بداننا نتحده لا بداننا نتآخاهو. بهنليقع ما ندخلوش هناكوين لا تحبينا. النفس الله سلم قال لن تدخلوا جنة حتى اتمنوا ولن تمنوا حتى تحابوا. اولا يدلكم علشان فعلتم وتحابتم شو السلامة بينكم. شنصر كيجي لازنين ازلاث وقوفين. يسأل اللي يعرف منهما اللي ذاك النقراني منهم. يقوم قايز ساك النقراني منهم يسأل مالو الأخرين فارقين بهم هاي ما يسأل مالو. إنا لله وإنا العجل. هو عدم السلام سالموا لنا. وهما ما يعرف فيه مشي خاصة. يغير الله وتوفيشين. قانا بعد نسمي اللي قلت التوفيق وتوفي. سلام الله. سلامة الله. إذا كنت سألتكم عن المستوات ورد الاعتبار والفضلية إلى تقوى الله سبحانه وتعالى. نعم. وهذا المجال واسع. هذه الرسالة هي. هذه الرسالة اللي افتح لنا مولانا هون. هذا ما شاد. نعم. أنا نقول نقول للناس كاملة. نقول لهم ونقول للراسة على أن ما يا الله تحد مننا يقبل يعود على وجه. تحد أقرب إلى الله منهم. لا تقبل عود حد أقرب إلى الله منك. مولانا فاتح لك الباب. حاول انك إلا رقدوا الناس ستقوم انت الليل. حاول انك إلا غفلوا الناس ستكر انت الله. حاول انك إلا عادت الناس عنصرية تعود انت مارك عنصري. إلا عادت الناس قبلية تعود مارك قبل. إلا كاكت الناس للحرام تاب انت توكل للحرام ولو تبات في الخلق. إلى الناس حاول ان اكرمكم عند الله. اتقاكم. عود انت هو اكرم الناس عند الله. هو مجال مفتوح لك. الكبير والصغير. الغني والفقير. مجال مفتوح لك لحد. لا تقبل حد يعود اكرم منك. عند الله. لا تقبل حد يعود اكرم منك لله. هو مجال واسع. يسع جميع الناس. جميع الاصناف وجميع الخلق. مخلوقات. انا اكرمكم عند الله اتقاكم. الشيطر بيه? ان الله عليم خبير. الله هو اكبر. عليم كل عبادة وعليم بكل انسان وخبير بكل انسان. خارق كل انسان. ان الله عليم الخبير. اذا ماذا عن الرحمة العامة التي اخبر الله سبحانه وتعالى انه ارسل محمد صلى الله عليه وسلم. ينشرها بين البشرية وما ارسلناك الا رحمة للحالمين. هذا العنصر من عناصر تمحيد الناس فيما بينها. يعني ان اي انسان اعطى الانسان ابسط شيء من امور الدنيا. يحبه فكيف به اذا رحمه. الله اكبر. انا اختار نقول لك. على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عمر بالعاص. كنشهادين بين اخباره. ومن اللي يدخلوا الاسلام. يعني ما عجل يدخلوا حتى في الاسلام. ومن انتخل الاسلام عادي يقول في نفسه. ونعرقع. كانوا يسوي للنبي صلى الله عليه وسلم فعلا. يقول يا رسول الله تختارني انا والله ابو بكر الصديم. سبحان الله. اختارني انا الله بكر الصديم. به الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في خاصية. انه اللي يعود قاعد بين الناس. يوزع بينهم المحبة. يتم يخرصهم. كل حد يخرصه. يعطيه. 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 حتى حقه من التخرص. صلى الله عليه وسلم. وزع النظرات. وزع النظرات على الناس. لانه كل حد لا يشعر ان رسول الله سلم يحبه ولا هو. الله أكبر وصدق الله لقد جاكم رسول من أنفسكم هو من أنفسنا ومن أنفسنا في القراءة الخارج أفضل لنا لقد جاكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عانيتم كل شيء يعنتنا عزيز حليل لا يحبه حريص عليكم حريص على هدايتنا يقول لهم فلعلك باخر نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بها والحديد أسفا الله أكبر حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم كانوا فينا والله كانوا في كنت والله كانوا في إخواني للمشاهدين إلا عاد فينا نقول الحمد وإلا عاد ما فينا أطوان حصلوا قبل أن نلقى الله إنما يرحم الله من عباده الروح محمد بارك الله فيكم أن أخذ اتصال وحمد العاقب السلام عليكم السلام عليكم الحمد العاقب السلام عليكم وحمد العاقب من واكشوت السلام عليكم نعم حمد العاقب حمد العاقب يبدو عنه ما هو منتبه نأخذ اتصال آخر مصطفى مصطفى واللي طيب من واكشوت السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته نختلص سوى الفقية لا تنقصت ال فيزا وتتفضل الرحمن اخذ نقصت ال فيزا يقول هناك من الناس يقول على أن هؤلاء العبطيين اللي قرروا التركة قرر القرآن لأنه فيهم واحدين خوار لأنه كل خوار أنهم يعادلوا كالبيضهم هم كاملين واحد يشغلوهم يعني أنهم هم شر مسائل عادية هم كاملين وجاءوا نها وقوموا يراوا وعاجوا يقولون لك أنه نوعية من الميز العنصوري منذ رأي كان هناك حد يقرر شاشرة كان هناك حد أنهم شر مسائل عادية كان هناك شي باطئ حرام الله شي بارك الله فيك نفس سؤال آخر نعم دي دي من و أكشوت السلام عليكم نعم السلام عليكم عليكم السلام و رحمة الله و بركاته السلام و صلاة و بركاته تفضل أخي طرح فيك هبت لا شاء الله تبارك الله جزي الله تفضل يا سلام عليكم نعم تفضل قال عنها و استنته لك تفضل نعم تفضل دي دي هو يصنع تلك تفضل تفضل نعم تفضل قولي هذا حد تقريبا جاد ما قاعد زيجاج في وسط هذا حد تفضل وليس بحرور جانعه هو قاعد زيجاج وقال عنه جسد السلام من ذات سيك عدام المسلم سبت فتره جانعه هو مقرك سبح له رقائزينه عقب بعد السجد القابلي كان ذلك يجب أن تغربه كان صالح الله السجد القابلي والله ما سجده هو عقب السجد القابلي هم هو في الأخير إذا ينسب حوله سجد القابليه هو هو سبح له رقائزين أيوه وقفره 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 وقال عنه ما سجده ما قاعد زيجاج في وسط ما سجده الله 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 لا تتعلي السؤال شوي هو قام عن جسد الوسطى قام عن جسد الوسطى وما سبحت له الجماعة وقفره يقفره قام بالغم وقفت. انا انا كتين سيد لمدع. ايو. وقفت والله والله سجد. هو وقفه بعدين انت وقفته بعدين رجعت وزجت القابلي وسلمت. وقفت 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 وقبت رجعت. يا عادي ما يسبحون لهم. يا عادي ما يسبحولي. يالت مش معاك يسبحولك يا ابوك انك ما اقعد قاعد الوسطية ما يعتقرش عنهم. سبحولي بقيمت الصح. تسمع الجواب إن شاء الله برك الله فيك شو نعم تسمع الجواب أغلاء نعجلون نسبقون ليه تسمع إن شاء الله يخلوا تصالتين إن شاء الله سيد محمد؟ نعم سيد محمد السلام عليكم سلام عليكم مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله آه السلام أنا عندي سؤال الله خميني فضل يا أخي عندي البيت مدور معنا عندك؟ البيت بعض ندر معناه معناه بيته عند محمد مولود البيت شنو؟ البيت قال والضرب بالخيط مصاب العيني مما فشاو ومن هادف البيت و؟ مما فشاو؟ بقايت البيت شنو؟ والضرب بالخيطي مصاب العيني هاي واضف؟ هاي واضف؟ دع النظرة ايوا والضرب بالخيطي نعم الثاني شنو؟ نعم الثاني شنو؟ وإن أسلم فرسا في عشرة أزواب لما ترد مثله مع خمسة منع مطرسا شنو؟ ما سمعت؟ وإن أسلم فرسا في عشرة أزواب وإن أسلم فرسا وإن أسلم فرسا وإن أسلم فرسا وإن أسلم فرسا في عشرة أزواب واضح 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 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سألونا الفقه سألونا تفضل خلي بتصناه التلفز نعم سألونا الفقه نختاره يفصل هذه حتى ليه شنهي زيارة القبور ندور يفصل هذه زيارة القبور سألونا فيك زيارة القبور بارك الله فيك كيف يتهو وما يجوز منه ما لا يجوز بارك الله فيك إن شاء الله تعالى سألونا شكرا جزاك الله بارك الله فيك إذن الشيخ نواصل كنا نتكلم عن هذه الرحمة رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وقاذ وصلت من أقول سبحانه وتعالى بالمؤمنين رؤوف الرحيم هيا الرأفة وهيا الرحمة أين نحن منها؟ أنا نختار نقول على قضية المؤمنين نحن المولتاني والعالم كامل الإسلام يقول المؤمنين مرد تحصل قالت العرب وامنا لكن قلوا أسلمنا هذا قطعا لا يعود رحيم لا يعود يحب كل من يقول لا إله إلا الله لا يعود هو من راسه الناس لا يقلع من قلبه العنصرية ما أتلا فهم ولا أتلا فهم أنت فهم عاد فهم أنا مسلمون هو سماكم مسلمون هو سماكم مسلمين هو سماكم جل وعلا مسلمين معناها ما تفهم عنصري ولا تفهمش يغالين نعود الإيمان معه في القلوب لا يتم كلها يهيت وحده كلها مدفخ وحده وكلها شاك أنه هو سامك السمه وحده وكلها وبالتالي أعطونا أن أعمل على زيادة الإيمان في القلوب الإيمان الذي زاد في القلوب تنفرج الكروب تغفر الذنوب الله هو أكبر ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض حتى إلينا جدريمان في القلوب لا ينقلع الظلم به اللي لا يعود اللي يتولش من أموال الدولة ما هو لأيه وكلو به اللي خايف من الله وموال الدولة يتوزع على المجتمع بكل شفافية وبكل عدالة وبالتالي طبقة لا يتشعر أنها محرومة من التعليم ولا محرومة من اللماء الناس بقيمة العياض قالت أنه عطاشة ولا يوجد أحد ما يشعر على أنه محروم من التوظيف عنده شهادة يوظف ولا يعود الملفات اللي يتلقاهم يا خاف الله ولا يقول هذا ملف صنبو والله دمو والله عبدالله والله السلام نحاول أن نجاوب على بعض الأسئلة لأن الوقت قضاق وبالتالي قضية قضية الإيمان ونوفع لنا الوقت هذا اللي يتراعي فيه من جمعيات حقوق الإنسان وجمعيات الدفاع عن الإحراطين والله البيوان والله الكورة والله المعلمين وكل هيدور حقهم عطول إن عودوا ومومنيين وكلنا يدور يشبر حقه وكلنا يدور يشبر حقه وكلنا يدور يشبر حقه وكلنا يدور يشبر حقه في الدنيا وفي د believesا وكلنا يرفعوا مولانا في الدنيا وفي الاخر بارك الله فيكم محمد العقب محمد طيب يسول عنه استعمال استعمال هذا الرجاج عنده شيء من التلاميذ يقريهم إذا أرسل حد منه هذا يدخل في إطار الأنصر جاملة أنا شخصيا الشيخ محضرة كنت وارقع بي الحمد لله الدعوة معنى تصاير بي الرحلة الدعوية مثل تصاير محضرة يغير بعد قطعاً ألني التلاميذ قامنا نرسم كاملي مثلاً لاحظ منهم مثلاً نجيب ونبقيه ونبقيهم الحمد لله كاملين وقطعاً إذا أرسلت حد منهم إلى تحد يقول إنه عنصري حسيبوا إلى الله عز وجل المرابط يأتي وخلوا بين معات الأمين والأستاذ يأتي وخلوا بين معات الأمين وكون لا يدخل مدى تقول له هذا ما يأتيك ترسو الله ما يأتيك ترسو أنا بعد هذا ما أقتصمعني بي سابقه واركبداً ونتعجب منه قاع به اللي المرابط اللي هو سبحان الله يقوله عن المرابط يقوله عنه حقه أكبر من حق الوالدين لأن الوالدين يربيان جسمك والمرابط يربي عقلك والإنسان بعقله لا بجسمي والناس ما تربق على تركة المحاضر وتركة تقرأ يطلت وبعد عن السياسة وإذن نوع من العنصرية وإذن نوع من طائفية بإذن الحد يربي علي الناس على هذا النوع شيطان برك الله فيكم أنا يأتينا رب الناس اللي أعلن المسلمين كاملين الخوت وإلى عادل بالضاني يضع المشياطين وإلى عادل الحراطين يضع المشياطين وإلى عادل الكوار رياض المشياطين. والناس بعد ذلك في المحضرة ما في حد ظالم حد ياطعون. رأي الله ورأي ما يمدافع عن أهل المرابطين يمدافع لا لا حد الحد على الحق. مرأك الله فيكم. أنا ما أخوي أحد ولا أبوي أحد كون حد ما أشأل الحق. ولاني بغاني ولاني حرطان ولاني كوريان مسلم وكفاء. وبالتالي ندور الناس تخلي عن هذه العنصرية وهذه الطبقية وهذه الطائغية. وترسل تلاميذها وتلاميذها أخوان عقل عليهم. والله يدقوا لمرابطهم ويوردونه. والدق دارك ماذا خالقوا. شخصيبتو عنه مسلم هذا. ديد نجاوبه سؤاله ما لم يجد سياجة الوسطى وسبحوا للناس. ديد أنا فهمت سؤاله حسب اعتقادي. ديد أنا سجلس الوسطى وكانوا يعطوا من أبهو ولا نبهو. مشاهم معه توف. وحكموا فعلاً مشوا معهو. بيهل النبي صلى الله عليه وسلم على سياجة الوسطى. نصلة ربعية. سبحوا أي نبهو فلم يرجع. وبالتالي ديد لو سبحوا له وفات ووقف ورجعت لطل صلاته. يغير ما سبحوا لقاعه هو ما اللي ما رجعه هو واصل صلاته صحيحة. إليين فاتت هي سلم وهي دائماً عدل هشم المصليين. سبحوا لقادي نقع بمي سبحوا له. به الله سبحوا له وما هم يذكرون سجلس الوسطى. هما ما نبهو عليه. قام عنده الله يجواق في شكل نهر ونصلة. نعم. قام هو وقف. إليين وقف سبحونه. قال الحمد لله قاعد ما أتمره. قام بالأراكل حاله وقعد. وإلى عاد اللي قاعدوا يسلم. أصلا صحيحة. وإلى عاد اللي قاعدوا يسجد سجتين القبلي. أصلا صحيحة. وفي كل الحالات أصلا صحيحة. بارك الله فيكم. إذن نأخذ آخر جواب. الآخر سؤال هو. وإن سلم. وضربوا بالخيط. بعد قاعد البيت الأول. الضربوا بالخيط هي القضية. محمد مورد يزاو الله أخيرا ينبه عليها بها. اللي فاشية في مجتمع كيف قال هو. ضربوا بالخيط. قضية فاشية ويعالت الناس تنتبه لها. هل تجوز أم لا تجوز؟ هذا ما يعالت بدنا المسلمين. كلها يقبوا خيط ويبطوا واحد على أنه فيه العين. ويطوال الخيط ويكسار هذا تياطر. هذه السينماهات. الناس النبي صلى الله عليه وسلم فعلا قال نبعين خالقه. وحديث الموطة واحد من أهل بدر الخرس واحد. وقال له هذا ذات وزين وطاح. موشرة نغمية عليه. وقال من تتهمون به. قال فلان قال. هل لا بركت عليه لما يقتل أحدكم أخاه؟ قال له تسل ولا أقبض نبي صلى الله عليه وسلم. الخيط ولا أخبط بحد ولا فيحد من الصحابة قطع الدل هذا. معناها على أننا نتقى الله عز وجل. وهذه الخيط اللي أخبط بهم من الناس. نعم ما تجوز. ويغيرش نعدل. نقرأ وقع كتاب الله عز وجل. بارك الله فيكم الشيخ. نقرأ وكتاب الله عليه على العين. الحد معيه. الحد فيه العين. أقرأ عليه الفاتحة. قال ابن القيم. وصبت بيها مراضي في مكة. فقلت أقرأ عليه الفاتحة فتشوى. بارك الله. هو اللي نقول هو للذين آمنوا هدى وشفاء. يغير نقبضه كامل ما هو إلا شفاء وهدى. نهتدعو بي. ودعو ملا نشي نبي. بارك الله فيكم. وآخي نبي وقوي نبي. بارك الله فيكم في نهاية هذه الحلقة. لنعطى الخيار لمفترقنا ولكن لا خيار مع الوقت. وإلى حلقة قادمة نستدعوكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة